بالمرحلة القادمة لحنشهد توترات مثل اللي شفناها وليست متفلتة لحنسميها ثورات ملونة لحنسميها فوضى منظمة لحنسميها إدارة العمل السياسي للمرحلة القادمة ولا خوف لا من حرب أهلية ولا من تسويق لأي تطرف ولا لأي حالة شازة داخل المجتمع اللبناني من 2005 إلى 2019-2020 كان فيه تحضير إرهاصات لمشروع جديد هذا المشروع الجديد نحن دخلنا فيه لبنان اللي حنشوفه بالعشرين ثلاثين يختلف كليا عن اللبنان الذي أعلنه دولة لبنان الكبير سنة 1920 هناك أياد خارجية أيضا وهذا على الأكيد ما زالت تمسك بزمام الأمور لأنه بحاجة أن يبقى لبنان هادئا قصفة مرفق بيروت مش كرمال لبنان كرمال دمشق طربت النهاية وهدي كمان هدي بشرة على عيد الميلاد وأنا بأكده فيه قضاة متورطين بيكانوا يغطوا قبل فيه أمنيين شركاء لأنه ما حدا بيستجي يتحرك إذا ما عنده الغطى القضائي والأمني ما حدا أكتر شيء إذا اضطروا بيعمل اشتباك صغير بيمرقوه نحن راحين إلى مشكل داخلي كبير جدا الفوضى التي يمكن أن تحدث بلبنان لا يمكن أن تكون أكبر من اللي شفناه بعد 17 شهر عم نسمع أستاذ عيمات تحذيرات عن الوضع الاجتماعي بالبلد مؤخرا وبوطيرة عالية شايف أنه هيدا المخوف جدية طبعا إذا بيتابع الشؤون لبنان بيشوف أنه آخر ثلاث سنين عم نعيشهم كلهم توترات ممكن التوترات اللي عم نشوفها في أوقات تتصاعد في أوقات يعني يتم تخفيضة هذا بيأكد أنه فيه إدارة لهذه التوترات وكل ما هو فيه إدارة لهذه التوترات أنا بقدر أقول للشعب اللبناني يروح يعيد ويكون مرتاح على الأكيد فيه قرار عند المجتمع الدولي يعني مثل ما اليوم حطين الحق على المجتمع الدولي ما عم نقدر نوصل لتوافق على رئيس ما عم نقدر نوصل لأي توافق حتى بالكهرباء حتى بالأشياء الداخلية عشوية تسعير المواد الغذائية بدون نراجع فيها السفرات إذا لهذه الدرجة المجتمع الدولي معني بلبنان إذن المعني بالتوتر كمان لمجتمع الدولي وإذا فينا نعمل مقارنة بين التوترات والمعنيين بالحفاظ على التهدئة هذا شيء بيأكد أنه نحن بالمرحلة القادمة لحنشها التوترات مثل اللي شفناها وليست متفلتة منضبطة وهذا بيأكد أنه لحنسميها ثورات ملونة لحنسميها فوضى منظمة لحنسميها إدارة العمل السياسي للمرحلة القادمة عبر المسرح أو عبر الشارع أو عبر ما يقال أنه تفلت أمني لأنه إذا بنجي من الطلع الأحداث الأمنية اللي عم نشوفها ما في جريمة مرتفعة ما في جريمة منظمة لحد هذه اللحظة ما في تفلت أمني بالمعنى التفلت الأمني حتى على المستوى الأجهزة الأمنية كان المراهنة أنه الأجهزة الأمنية تفرط أنه الموضوع المالي والاجتماعي أثر على معنويات القوى الأمنية تبين أنه لا القوى الأمنية واضحة عم بتنفذ مهامها بكل دقة وحتى بكل احتراف منشوف كل يوم في احتئالات لشبكات تهريب شبكات مخدرات شبكات سرئات شبكات قتل بس هون أنا ما عليش عبر موقعكم وعبر هالشاشة أنا بحب أقول كمان أنه السجون يعني كادت أن تنفجر من حجم الموقفين ما بدي أقول لأنه ما في محاكمات لا بدي أقول لأنه اللي عم بصير شيء غير طبيعي وإذا بنجي منتطلع معظم جرائم اللي عم بتصير بلبنان مش لبنانيين عم بينفزوا معظم السرئات اللي عم بتصير مش فقراء عم بيعملوها ومعظم تجارة المخدرات يتم استثمار اللاجئ والنازح بلبنان لصالح شبكات منظمة من خارج الحدود تدير بعض الشبكات من داخل الحدود هذا بس حتى نوصف أن المجتمع اللبناني ما زال مجتمع متماسك متعافي ولا خوف لا من حرب أهلية ولا من تسويق لأي تطرف ولا لأي حالة شازة داخل المجتمع اللبناني هيد الشبكات اللي عم تحكي عنها أستاذ عماد لأي سقف ممكن تشتغل على صعيد الشارع الموضوع هون يعني ما لش إذا بتسمح لي بتيفوت مباشرة حتى ما نكون بس عم نحكي بالعموميات يدور في الأسابيع الماضية حديث عن مجموعات تحديدا في المناطق المسيحية وصار في رد لإلى من بعض المشايخ أو من بعض المرجعيات الدينية لحتى لأن وضحها بكل بساطة نحن قلنا سابقا أنه مع دخولنا بالفراغ إذا ما صار في حل سياسي طبعا بالفراغ كل شي ممكن طيب ماذا لو كان هذا الفراغ اللي عم نعيشه سياسي واجتماعي واقتصادي وتفلط خليني ما بدي أقول تفلط أمن تفلط في بعض الأماكن يعني لما نحن نسمح للصرفين الغير شرعيين يشتغلوا لما نسمح للتجارة غير شرعية تنشط لما نسمح بمثلا نحط ضرائب مرتفعة ونسمح بدخول بضائع بشكل غير منظم لما نسمح بفوضى الأدوية بالسوق تما هذي كلها بتأدي إلى نشوء مجموعات منظمة تحميها بعض المجموعات المسلحة وهذه المجموعات المنظمة بتملك من الأموال بصير تقدر تستثمر بالأعلام أعلام ما بقصد الأعلام الرصين عم نقصد الأعلام الأصفر الأعلام يلي يتم استخدامه لأهداف معينة وهون نحن عم نقدر نشوف كيف بتم تضخيم أشياء هي حقيقة بسيطة بحملوها أكتر ما هي بتحمل مثلا الحادثة أو الحديث عن مجموعات حماية ذاتية بالأشرفية أو ببعض المناطق المسيحية الأخرى طيب ما كمان في حماية ذاتية في مناطق أخرى حتى ما نقول شيعية وسنية ودرزية اطلاع هلأ على الجبل بتشوف إذا فيه أمن ذاتي ولا ما فيه أمن ذاتي اطلاع على عكار أو على ترابلوس بتشوف أنه فيه أمن ذاتي في بعض الأماكن روح على بعض المناطق بالضاحية أو بالبقاع أو بالجنوب بتشوف في بعض الأماكن أمن ذاتي يمكن هالشي مبرر بس يمكن كمان إذا بدنا نعطيه بالبعد الديني لأنه شفنا فيه ناس عم يسموا جنود الرب وفيه ناس قابلهم بالشمال سموا جند الله وفيه ناس مثلا تحت علمان حزب الله يعني يتحذبون لله طيب يا خي طالما لكلنا ما نحب الله هالقاد خلينا نروح كلنا طالما متفقين ما الله واحد ومتفقين إذا نحنا مش ضد بعض يعني مش ضد بعض وبالتالي مش حرب أهلية ولا حرب دينية إذن نحنا خلنا ندور على العدو مين هو العدو إذن هالأمن الذاتي هو مش ضد المواطنين هو ضد المخربين أو ضد الذين ينتهكون خلينا نسميه حرمة المنازل واستقرارها الاجتماعي والأمنة والاقتصادي لذلك كلنا متفقين لما نكون كلنا متفقين مين بيجمعنا اللي بيقول أكسم بالله العظيم الجيش اللبناني هو الحل خلينا ما نكلنا نروح واحد الله و الله و الله كلنا مع الله و الله واحد خلي يكون ولئنا للجيش اللي هو بيحمل المناطق اللبنانية لأنه ما في مناطق لهذه الطايفة ولهذا المذهب لبنان لكل اللبنانيين قد ما يحاولوا وأكبر دليل المجتمع الدولي ما بيسمع وما بدوا يسمع تركنا قاعدين بها المزرعة بالنسبة لأله منصرخ قد ما بدنا مهم ما تزعجوا جيرانكم ومهم ممنوع تقاتلوا مع بعض شو معناتها يعني مش معنى لو لا طرف دولة لا بالمسيحة ولا بالمارونة ولا بالارتودوكسة ولا بالشيعة ولا بالسنة كل واحد مطلوب منه يفكر بيخيه التاني نفكر بالعلاقة الأفقية اللي بتجمعنا الأفقية اللي بتجمعنا كمواطنين مع بعض نفكر إنه في ولادنا بالمستقبل بنعيشوا بهذا البلد نخفف تفكيرنا إنه لا لازم نفل كلنا لبرة ونروح نشتغل برة وبالكي بكرة برة بنعمل مصاري وهما بنعمل مصاري ولا مرة كانت المصاري معلش خلانوا يسمعوني يمكن هلأ يعتبروا هيدا كلام شاعري ولا مرة كانت المصاري هي مقياس ولا مرة كانت الأخلاقيات بيمين معه أكتر شفنا اليوم اللي صار بالمصارف اللي كان معه صار ما معه واللي ما معه عم يستفيد من هايدي الأزمة اللي يصير معه إذن ما تاخدوا مقياس المادة وحتى ما نروح بالبعد الروحي نوظفه يعني نوظف الدين بالسياسة خلوا الدين للدين ما لله لله وما لكيصر لكيصر وهيكي بعتقد نحنا بنقدر نفصل الدولة وهيدي اللي بتثبت الدولة المدنية خليني ما أقول اللادينية لا يكون في دين يكون في طائفة نحنا بنفتخر كل واحد بدينه بأخلاقياته بتهزيبه وبدروسه اللي تعلمه بصغره بمجتمعه بس نحنا لا نفتخر بالطائفية لا نفتخر إنه كل واحد يجيش إلى مذهبه وإلى طيفته كرميل خيه أو كرميل الطرف الآخر في الوطن لا كلنا على مستوى الدولة وطن مواطنين وكلنا على مستوى الدولة وطن ومواطنين نؤمن الجيش هو الحل هذا بس أكيد مش يعني إنه يلما أقول الجيش هو الحل إنه دايما لازم ندور بذات الدائرة إنه ما في حل إلا بالجيش ليه الجيش هو الحل مش شخص الجيش المؤسسة وبس أقول الجيش والمؤسسة نحن عم نحكي عن الكوة الأمنية كلها كوة الأمن الداخلي أمن الدولي الأمن العام كل أجهزة الأمنية الضابطة العدلية يلي هي معنية باستتباب الأمن والاستقرار والأمن الاجتماعي للشعب نعم أستاذ عماد إذا بدأ ارجع معك شوي لموضوع الانفجار الاجتماعي كان ملفت يعني حديث اللي واقع عباس إبراهيم بيقول أنه الانفجار الاجتماعي وشيك أو إذا بدأ بمعنى تاني حيكون عاجلا أم آجلا عم نشوف اليوم نحنا كمانا بالوقت زيته سعر صرف الدولار عم يوصل لأرقم كياسية تقريبا حيوصل لأرقم بحضرتك كمانا ذكرته مرة يعني بحضرت حوالي 47 ألف لو هنشايف بعد إذا بدأك ما صار دولار رايح وهل ممكن كمانا ينعكس على الشارع يعني اليوم العالم ما رح تقدر بقت لا تشتري أقل احتياجاتها شوف أنا مقولة اللواء إبراهيم طبعا هو مطلع ومتابع للشأن الأمن الاجتماعي يمكن أكتر مني أكيد بس أكيد أنه كل الاحتمالات كل الدراسات اللي عم تنشغل على الواقع اللبناني في بعض الأوقات ما بتصيب مش لأنه المعلومة غلط مش لأنه التحليل غلط لأنه المجتمع اللبناني مجتمع مركب يعني إذا إذا نحن اليوم عم نحكي عن انفجار اجتماعي طيب يا خي اليوم خلال نتفرج على المطار عم نحكي بمئات الطائرات عم تجي لفترة الأعياد بالصيف أنا بعرف مطاعم بمناطق نائية على الحدود اللبنانية الشمالية أو البقعة أو غيرة كانت مزدهرة المطاعم وما توقفت الحركة خلال فترة الصيف وهيدي معناته أدخل الدولارات إلى البلد طيب لما يكون منها أيام الرئيس كاميل شامعون والرئيس فؤاد شهاب وشارل حلو ووصولا إلى انفجار الذي حصل بلبنان عام 75 حتى هيدا اللحظة ما حدا بيقدر يقدر كيف تدخل الأموال إلى الشعب اللبناني ما بدي يفوت باللجان والطرق وما بدي يحكي عن المغتربين والانتشار اللبناني ما بدي يحكي عن تبييد الأموال والتجارة غير الشرعية ما بدي يحكي عنهم كلهم بس اليوم فيه بطول ومصر في لبنان ذكره في كتير من المؤسسات الدولية عم نطلق رصد يعني فيه رقم تقريبة عم نحكي بستة سبعة مليار دولار عم بيدخلوا إذن نحنا بلأ إنتاج نحنا ما عنا مصانع نحنا بننفق بس انفاق دولة كلها تنفق 85% لتسعين بالمئة لبنان ينفق طيب لو كيف عم بينفق إذا ما عم بيدخل شوف حجم السيارات الوقفة بالمرفع اليوم شوف حجم السيارات على الطرقات شوف حجم سعر صفيحة البنزين اليوم يمكن 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 الأرخص بالمنطقة نكون واضحين لأن نحنا بلبنان أرخص من سوريا أرخص من تركيا وبدون دعم للحكومة يعني بس دولة عم بتبيع أو الشركات عم بتبيع دولة حطة ضريبة صغيرة عليها طيب خلينا نشوف في إيجابة في سلبة في حدا بعد توقف يعمل بنزين طبعا الطبقية بلبنان موجودة في ناس فقرة في ناس متوسطين في ناس أغنياء أغنياء بس هون أنا بحب أقول هذه الشغلة أنه وين بدي يصل الدولار الموضوع مش بلبنان بس خلينا نشوف بالمنطقة كلها حرب العمولات مستحرة أمريكا عم تضرب اليورو عم تضرب الياباني اللي مرة الأولى لسترليني آشد بالعالم هيدا ليه لأنه اليوم فيه تصادم دولي صاير يعني حتى كمان ما نجلد نفسنا واحد اثنان طيب اليوم لما يكون ما فيه إنتاج ما فيه صناعة وما فيه إذا بدك من أكتر من الأربع أو خمس سنين حركة السياحة متوقفة بلبنان طب كيف بتم تبادل العمل الأجنبي وإدخالها إلى البلد والشعب اللبناني ينفق ينفق طبعا هون بدي أحكي كمان بس ملاحظة بيهمني الشعب اللبناني يسمع فيه انتقال للقدرة أو للسلطة المالية من مكان إلى مكان ما لح أشرح أكتر من هالقد فيه يقول أنه اللي كانوا من مئة سنة هن يتحكمون بالاقتصاد اللبناني يعني رجال الأعمال خليني يقول خليني يقول الرجال الأعمال دياسبورا أو حتى على مستوى الانتليجنسية المفكرين والمحللين الاقتصاديين وما إلى ذلك هيدا القوة عم تنتقل إلى مجتمع آخر خليني نكون واضحين وهيدا المجتمع الآخر هو عم يبني ذاته على طريقته أو على مقومات أخرى يعني كنا بنظام ليبرالي اقتصادي حر ممكن ننتقل إلى نظام آخر شبيه قريب ممكن مش ذاته وممكن برجال أعمال جديد هيدا كمان لازم نعرف طبعا إلى دراسات وإلى خلاصات ونحن عنا تقريبا تقريبا أنه من هلق لخمس سنوات نحن وين رايحين مشان هك في كتير من مجموعات معينة الناس لبنانيين عم بيغادروا في طبقة من المثقفين من حسب حملة الشهادات معين عم بتغادر بس هيدا منه سلبي للبنان هيدا تغير لشكل لبنان وليس سلبي للبنان لبنان باقي بس لحيتغير شكله بعد خمس سنين مش كتير بعيدة وهيدا واقع لأنه بالحروب دايما ما بعد الحروب في تغيرات أو ما بعد انتكاسات في تغيرات خلينا ما ننسى ما بعد التسعين شو صار ما بعد الألفين شو صار ما بعد الألفين وستة شو صار 2007-2008 حرب على الإرهاب شو صار 2011 حرب على كمان الحرب في سوريا بعدين الحرب على داعش والنصرة في لبنان كل هيدا انت جيت واقع جديد ما فينا نقرأ بقى لبنان سنة الألفين متل ما نقرأ سنة الألفين ما بعد 22 لذلك نحنا اليوم عم نحكي وعم نحكي بواقعية لبنان اللي حنشوفه بالعشرين ثلاثين يختلف كليا عن اللبنان الذي أعلنه دولة لبنان الكبير سنة 1920 ما حدا يتفاجأ وما حدا يكون زعلان هذا الواقع تاريخ تاريخ انتهاء لبنان اللي بنعرفه أو تاريخ بداية لبنان الجديد لا أنا باعتقد 2020 هو كان مفصل أو 2019 2020 كان مفصل مفصل انه مبلش هي كيف صارت 2005 تم اغتيال الرئيس الحريري انتهى مشروع معين بس من 2005 لل2019 2020 كان فيه تحضير ارهاصات لمشروع جديد هذا المشروع الجديد نحن دخلنا فيه ولا ممكن يكون فيه الاتفاق الامريكي الاراني القادم من دون ما يكون فيه الادوات طبعه في المنطقة او المكاسب يلي بدون ياخدوها يلي ربحه في حدا ربح في حدا خسر لما نشوف سعد الحريري خرج من المشهد لما نشوف للمرة الاولى دار الافتاق بتعمل انتخابات وهذه الانتخابات بتسبت الزعام الدينية على الزعام السياسية المفتي اليوم اصبح المرجع بطل فيه رجل هو الذي يحكم طائفة رجع رجل الدين ورجعوا السياسيين بدون رضى رجل الدين عم نحكي عن طائفة السنية وكذلك عم نشوف في تحولات في الشارع المسيحي الكوتين المسيحيتان يلي معهم اكبر كتلة نيابية بالمجلس النيابي ما عم يتفقوا على شي لبل هن فينا نقول هن السبب يلي ما عم بقدروا ينتجوا رئيس للجمهورية لانه اذا هن بيتفقوا على اسم تلقائيا لح نشوف فيه تطور ليه ليش عم بقول هالكلام مش لا اجلد نفسه كمسيحي لا لا اجي اقول بالعراق حدث نفس الشي ما قدروا اتفقوا لا على رئيس حكومة ولا على رئيس جمهورية ولا على اتفاق حكومة معينة لما اتفقوا القيادات الشيعية فيما بينهم راحوا تواصلوا مع الاكراد الاكراد في العراق قالوا لهم اذا ما اتفقين بيمشي الحال نتفق نحن وياكم اتفقوا معهم ساعتها الطائفة السنية مشيت معهم وصاعتها شفنا الحال بدأ في العراق هلأ في ناس تحقيق عن تسويات في ناس تحقيق عن صفاءات العراق مقابل ترسيم الحدود البحرية وما الى ذلك لا لا ما بدأ الاد في ناس قدرت توصل لاتفاق ومشت للمكنة اليوم اذا انت معك احلى سيارة وما تحط لها محروقات وبدأك تروح مشوار اذا ما في في اول شي البداية بتبلش عند الكيادات المسيحية اذا اذا مش حتى الكيادات المسيحية قادرة تنتج خيار على البطرياركية انه تنتج خيار او المرجعية الدينية خلينيقول المسيحية حتى هيدا اللحظة مسيحيا ما في اتفاق يعني حتى القيادة الدينية ماش مانا ماتفاق او مانا قادرة توصل تسمية او في بعض الاوقات عم طول انا ما بدي ادخل بالتسميات او بالاسماء هيدا شو معناتها هيدا معناتها انه اما في مسار معين في بعض الناس ماشي فيه بالاجوندات واما في تلكق او انسحاب من المشهد او حتى يعني منتركوا احتمال صغير فينا نقول يعني مثل ما بسموها حالة من الاحباط بس هيدا الاحباط سينعكس سلبا وسينعكس تدريجيا مثل ما قلنا تغير في المشهد الديموغرافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي بعد خمس سنوات اذا من يتحمل هذا التفكك او هذا التغير هي القيادات او المرجعيات الدينية والسياسية الزمنية والدينية اذا اليوم ما حدا يلقل لهم على الاخر يلقل لهم على نفسه فلذلك اللي عم نشوفه بالمشهدية اللبنانية عم يعطينا اشارات الى ما سيحدث ليس فقط في لبنان انما في المنطقة او بدأ يحدث في المنطقة اليوم عم نشوفش عم بصير بالاردن متشبيه لما حدث في سوريا بدايات تظاهرات بعدين تظاهرات اشتباكات مسلحة بعدين نقد لفكرة الملك يلي لا يمكن يعني ذكره او اتهامه صار تجرأ من طبعا في ايادي خارجية اكيد في معلومات تتحدث عن هاي الموضوع في حتى موضوع مرتبط بشباكات التهريب بالاسعار في المنطقة تفاوت الاسعار وممكن نحن نروح الى مشهدية اخرى مثل ما شفناها بايران على مناطق الحدودية الفوضى والمظاهرات كانت مرتبطة وطهمت بعض الدول المجاورة لايران انها كانت تحرك ما يحدث في الاردن ايضا فيه له اياد طبعا فيه اشياء اقتصادية اجتماعية بس فيه اياد خارجية هيدا بيعطينا اشارة انه المنطقة كلها تتحرك طيب اذا المنطقة كلها تتحرك بنرجع لموضوع التفالة الامنية لكان لبنان بعده باحلى ظروفه مع كل اللي عم بيصير فيه هذا واحد اثنان مع كل الفوضى السياسي لبنان بعده افضل من غيره انه مرأنا سابعا لا رئيس جمهورية لا حكومة مجلس نيابة بيجتمع للضرورة القصوى القيادات ما بتحكي مع بعضها يعني حتى جلسات حوار ما في داعي لالها حتى انك تعمل مرسيم جوالي ما في اتفاق عليا حتى اثنان يحكوا مع بعض بدهم يصلحون برا لا يرجعوا يحكوا مع بعض هيدا شو بيعطينا مشهد انه بكل هيدا الفوضى ولبنان يعمل اذا متل ما في اياد خارجية لنا تتحكم بالفوضى او تتحكم بما يجري من احداث في المنطقة هناك اياد خارجية ايضا وهيدا على الاكيد ما زالت تمسك بزمام الامور لانه بحاجة ان يبقى لبنان هادئا مش لانه نحنا بدنا لانه هني بدهم وهيدا الخوف اذا هني ما بقى بدهم اذا بنرجع نحكي شوية عن سعر الصرف بحسب كراءتك قداش ممكن يكون تصاعده بعضه مستمر لأي فترة مصالة معينة بيظل بحرب العمولات اللي حكيت عنها بالمنطقة هون هون انا بدي اعطي تصورين حتى ما يعني حتى لا اتهم انه انا عم شجع باتجاه واحد انا لح اعطي تصور كباحث مع انه الرئيب اعطيته وصلنا لقاله يعني انا قلت في في مداولاتهم ذكروا مش انا جبتوا انا جبتوا من مداولاتهم هلأ انا اللي حقوله انا بصفتي كباحث وكرئيس مركز دراسات وكمتابع لهذا الشأن وبشتغل برسم المخططات او برسم مخططات يعني عشر سنوات واكتر لما نشتغل برسم المخططات بنذكر او بنعمل قراءة للمشهدية الاجتماعية والاقتصادية و بنعمل اسقاط بعد خمس سنين كيف تصير بعد عشر سنين كيف تصير اذا بنعمل اسقاطات للي عم بصير بنقدر نفهم انه اليوم كل الخبراء عم بيقولوا مع وصول اللبنانيين من الخارج جايبين معهم دولارات بدون يصرفوا اكيد بدون يصرفوا اليوم اذا بتجي بتطلع المطاعم الحفلات كلها محجوزة مفاولة مسكرة ما في محال هذا شو بيعطيك اشارة بيعطيك اشارة انه انفقت الاموال مش انه ستنفق انفقت طيب انفقت ارتفع السعر طيب بالمقابل خلنا نطلع على سوريا شو عم بصير بسوريا من اسبوعين لليوم هبضت العملي 25% بسوريا الليرة السورية طيب يعني الانهيار يحدث بلبنان فيه يقولوا اذا بدك امتداد في سوريا طيب انت برأيك لما الشعب السوري عم بيجوع لما الشعب السوري ممنوع يفوت عليه هلأ ما فيه نفط عنده ما فيه كهرباء لما الشعب السوري ما عنده محروقات لما الشعب السوري عم بيعملوا له حصار فيه انون يتم دراسه بالكونجرس الامريكي لمزيدا من حصار سوريا وعقوبات على سوريا انت برأيك الشعب السوري بس يموت او القيادة السورية بس بده تختنق روحها بس تطلع لحالة ما هي لح تاخد لبنان والمنطقة كلها معا لو سوريا مانا شغلة بسيطة هيك امريكان هن يقاعدين على الطاولة بيحلوها بورقة وشخطة قلم بيعملوا كلمة عقوبات لا اللي عم بصير علاش وانا قلتها والحرجع قولها قصفة مرفق بيروت مش كرمال لبنان كرمال دمشق وبعدها نقصف مطار دمشق وبعدها نقصف مطار اللادئية واستهدفت مناطق كان لعلاقة بطرطوس وحتى اخر باخرة يلي الى اسبوعان وسطت وفرغت وهلا عم بيكرروا بسوريا كانت محجوزة باليونان الى شهر مليون برميل ممنوع يوصل عليها نفط حتى الايراني عم يبعت له طيب تعالى نجي نتطلع النفط السوري مسيطرين عليه مجموعات لمصلحة الامريكية الامح بالصاف حر اقول لهم يا خرمال يشتروا من الخارج ويصيروا تحت الضغوط الخارجية طيب لحتى يشتروا المحروقات تنكة البنزين بسوريا اكتر من 25 دولار كيف نام بتجيبها سوريا من دول جوارة نكون واضحين اللي عم بيصير بالاردن فكرك ما له علاقة بسوريا مناطق حدودية الاردن في ارتفاع بالاسعار منان بتعيش الشعوب اللي على الحدود من الدولة التانية الارخص نحن عنا اكتر من نصف شعب اللبناني بقع والشمال منان عايش من لبنان ولا من سوريا لما حكيت عن فوضى الادوية بلبنان الناس كيف عم تتحكم لو ما في سوريا عم تفوض ادوية او لما الشعب اللبناني عم بيطلعوا بيجيب انت فكرك هلأ اذا تعمل احصى بلبنان ثلاثة ارباع الشعب اللبناني عم بياكل اشي بعضوا من سوريا حتى الخضار والفواكه نصف عم تجي من سوريا ما بدنا نفوت تفاصيل اكتر عاي ارقام وبعلم الاجهزة الامنية يعني ما يفكروا انه مانا شغلة سيطير يعني سرية بس بنفس الوقت عم بينفقوا شوية مصاري على الحدود بيرسموا الحدود بيحطوا ابراج ومرائبة وكاميرايات وواواوا اللي شو هو كلهم اللي هيعملوا التمثيلية عم اجتمع الدولة مثل ما عمنا لنا التمثيلية بجنوب وعملنا تمثيلية على الحدود يخي في عنا مجموعة حاكمة لبنان طبعا اقتربت النهاية وهدي كمان هدي بشرة على عيد الميلاد وانا بقى كده هاي في روح عم تطلع وروح هاي اللي عم تطلع ما هي جزء من هاي اللي مصيبة طبع لبنان اللي عمره اكتر من 35 سنة هاي الروح بس بده تطلع طبع هاي المجموعة خلينا سميها الدولة العميئة بده شوي يعني بده تعذبنا بس بنفس الوقت اذا نحن ما كنا جاهزين ناخد محلة هاي المنظومة لح ترجع تنتج نفسها وبلشت تنتج نفسها وتنتج شخصيات بالشكل هي مرتبة ومهزبة بس فيه انتاج المنظومة وترجع تسوقها على اساس هاي شخصية جديدة شفنا شو صار من 17 شرين لها ووصلنا للانتخابات اللي يجوا كانوا فاكرين وانشي طلعوا شي او كانوا الشي طلعوا شي تاني حتى ما قيلوا طلعوا ذات الشي اه طيب ونفس الشي نحن اليوم بنفس الاتجاه رايحين طيب هذا شو بيعطينا اشارة بيعطينا انه اذا الشعب اللبناني ما بده ياخد قرار في واحد غيره عم بياخد عنه هلأ مخدر اه شو بدي يقول محبط اه مرتشي شوف تفضل اليوم وانا مرة قلته قد ما يسرق العصفور مش قد سرقة ليلة من النطور طيب نحن اليوم عصفور بجي بياخد له شوية حبة حبتان اليوم شوف دوائر عقارية ما في بيب عبدة انا طبعا معه بلشنا بس نفتح جالات من روح صوب غير مناطي ما بدي سميها عظيم هلأ لح توقف دوائر بيب عبدة بعبدة وصلنا لعلي قربوا بعد شوية قربوا بعد شوية في قصص صارتي وغريبة عجيبة ما بفهمناها طيب رحنا على بعدين مصلحة تسجيل السيارات اكتر من 8 شخص موقوف في منطقة واقفة كلها انتو بتعرفوا كل شيء ما بدا تحقيقات ما الاجهزة الامنية بتاع معها كل شيء يوميا جيب معلومات الاجهزة الامنية ما بجيب بس تصير لنصيبة الاجهزة الامنية كل يوم بتجيب ومعها ملفات ومعها فيها ترجع 30 سنة لورا و40 سنة لورا هاي الدولة ما في شي بيموت عندها كيف هلا يعني ما فهمت لاش بعضهم عم بيضيعوا وفيتين ببعض كلهم لا ما بدا شيء بدا كابسة زر بس مش هول مشكلة هوا بيقبضوا بياخدوا الكوميسيون طبعهم بدهم يعيشوا عندهم عيال وورا طبعا عم ببررهم اكل حرامة هيدا بس هولي عندهم صندوق بحطوا فيه للأعلى والأعلى عم بحط للأعلى وكل واحد هاي دي منظومة كلها بتشتغل مع بعضا بدكن تحلوها الشغلو عن جاد صح او اذا انتو عم تعبوا فراغ هيك بتسلوا الناس وتخبروهم قصص مشان مجتمع الدولة مشان الصندوق النقد يجيب المصريات ان احنا نتكافح الفساد عنا نعمل اصلاح لا برافو عليكم يعني ها بيأكدوا ان المنظومة عم تنتج نفسها اذا هنه عم بيعملوا عن جاد اصلاح وعن جاد عم بيعملوا تغيير وعن جاد نشيلوا مكافحة الفساد بعتقد انتو بتعرفوا وين وكيف ولاش وين بتبلش فيه قضاة متورطين بيكانوا يغطوا قبل فيه امنيين شركاء لانه ما حدا بيستجي يتحرك اذا ما عنده الغطى القضائي والامن ما حدا بتبلشوا فيهم وبتهر هلا ما بتكون حتى ما يكون عم بتهم حدا ما بتكون يخي لا حول ولا كو ما ننعيش ونقبل بالواقع ونقبل بالواقع فشو هنه كيف نجعوا يجبوا مصاري الجماعة حطوا لك شو بات درايب هنه مش عارفين كيف علد سموه دولار جمرك ما هنه ما بيعرفوا كيف ما في مفردة بعلم الاقتصاد اسمه دولار جمرك واتفقه بيجي عالدولار الجمرك وعالضريبة الضريبة ما هنه ما بقع عارفين وقفت المصالح كلها غلية الاسعار بيقولو لك لا بس 6% من البضائع بس انت عمليا عمليا كل البضائع شوي بيسربو لك معلومات انه بشباط لح يصير في العملة مليون ليرة وبيقول لك انه بشباط لح نبلش تطبق الضريبة او لح بلش رد على 15000 وما الى ذلك بيرأيك نحنشوف هيدا العملية ما نحن قبل ما نوصل لشهرين ليش بديو سربها من اليوم ما هاي جزء ما عم بعدلك الاسباب اللي قدت لارتفاع دولار ما هو يعني اللي عم بيقولو عم بيعمل هاي طيب وبنفس الوقت قلت عم بيلم المصريات لللبناني اللي عم بيجو من برة لمين عم بيبعثوا منهم بلبنان اذا اذا بدك وضح مش الامريكيين اللي حمين رياض سلامة مش بس الامريكيين حتى يكون اداء رياض سلامة شجع شجع اذا بدك فوضى الفوضى اللي عم نشوفها وهو شبيه لانه في حالة مثلها بلبنان عم نشوفها بالعراق البنك المركز العراقي كمان هونيك الجماعة بمليارات عم بيبيعوا نفط فالنفط بيبدلوه بالليرا بالدينار العراقي وبنختفي الدولار وعم بيروح على دولة خليجية الدولار من العراق مليارات عم بيطلع عدولة خليجية وفيه ارتباط بين الصرفين السوق السوداء هونيك سوق الصرفين هون وهي الدولة الخليجية بدك اكتر كله مربوط ببعض الدولار يلي عم بيطلع بلبنان يلي عم بيتم تحريكه مش حسب السوق يعني تضخيم حقه تضخيم سعره لبدله بعملات اخرى لامتصاصه من الشارع لانه عندك مليار مليار ونص عم بيفوتوا من خلال سياحة معينة خلال فترة زمانية امتصاصه لخدمة شيء ما شو هيدا الشيء ما هنه بيعرفوه هنه بيعرفو شو عم بيدفعه اذا هناك من يتحكم بكل ما يجري حتى يتحكم بانفاسنا ولذلك هيدا الشيء اللي عم بصير هو جريمة منظمة سيحاسب عليها دوليا طيب زبنا ننتقل شوي لموضوع داعش حضرتك ذكرت معنا بالمقابلة الأخيرة انه فيه كان أربع أمراء لداعش والكوى الأمنية بيعرفوا محلاتهم وتحركاتهم بعد منا تقريبا بحوالي شهر شهر وشوي سمعنا عن قيادة للجاج انه تم القابض على ثمان شبكات لداعش بنفس الوقت بأول المقابلة يعني يبدو ان المرحلة الأعياد رح تقطع على خير بإذن الله وبنفس الوقت كمان هؤلاء الشبكات كانوا عيب يحضروا الأعمال الإرهبية بمناطق دينية ومناطق تجارية عنداش بعد هذا الخطر اليوم موجود أي مناطق اليوم إذا فينا إذا بدك هيك نحددها تكون معرضة أكتر لهذا الخطر أكتر من غيرها شوف الموضوع الموضوع داعش داعش لم تعد تنظيم دينه داعش أصبحت مجموعة مرتزقة خليني يقول لأنه مش لأنهم هن بيحبوا يكونوا مرتزقة مرتزقة بالمعنى الاستثماري يعني لم يعد هناك جهة دولية يعني لما اليوم نجي نحكي أنه في أطراف دوليين كانت تستثمر بداعش تستثمر كيف هادول الجماعة عندهم فكر ديني إجت ناس قال أنا بعطيك مصاري أعمل لي هاي وها 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 ممكن اتفقوا على بعض النقاط وممكن اختلفوا وين اختلفوا ما نفزوا وين اتفقوا نفزوا وهذا الشي طبيعي بيصير مع كل الأحزاب مع كل القوى الدينية بالعالم هيدا واضح نقطة اثنان هيدا المنظومة اللي كانت موجودة كان عندها أهداف هيدا أهداف اتغيرت يعني لحتى أشرح أكتر اليوم لما كانت يعني معلش حنسمي بالاسم بس ما ضروري يكونوا علاقة بداعش لما كانت السعودية معنية مباشرة بما يحدث بسوريا ومعنية مباشرة بما يحدث بالعراق واليوم عم نحكي بالرعيل القديم من السعودية اليوم السعودية اليوم الحديثة السعودية العشرين ثلاثين يعني محمد بن سلمان محمد بن سلمان بيقول أنا معي مصاري ليه بدي أصرف مصرياتي مثل أهلي على دول حوالينا وآخر الشي هولي حوالينا أخذوا المصريات ونقلبوا علينا لا بخلي المصريات معي وبطلع بعد مصاري وهني فقرة شو بعملون إذا انت اليوم صار معك مصاري وجارك ما معه مصاري شو زنبك انت هادي هي السعودية عم بوضحها بكلمتان هاي السعودية ودولة أخرى قطر ودولة أخرى الإمارات ودولة أخرى عم بتجيب مصاري اليوم في نفط في تجارة في موقع استراتيجي وا 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 في أدوار طب هي ليش اليوم بتجي تستثنى لا بتعمل مشاكل لا بتوجع رأسها لا بتدفع لتنظيمات ولا بتعمل بقى فوضى ولا شيء بهم متوضع ترتب وضعها وتزيد قدراتها وعلاقاتها الدولية هيدا هو الواقع إذا بدك كدول خليجية واحد اتنين الدول الأجنبية مع برجع بقول أن الدول يعني أجزة مخابرات الغربية تحديدا من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وا 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 هو الجماعة هلأ ما بدون يعملوا فوضى مش لأنه بحبونا لأنه تركيز أجهزتهم في مسرح آخر عندك أوكرانيا عندك صراع مع الصين في أماكن معينة عم بيشتغلوا على كزاخستان عم بيشتغلوا على أزربيجان أرمينيا عم بيشتغلوا على مناطق البلقان يعني مناطق تماس مع روسيا والصين منهم بحاجة اليوم لهالمنطقة تركينهم أكتر شيء إذا عايزوا بيسحبوا عناصر منهم مسلحين بياخدوهم أكتر شيء إذا اضطروا بيعملوا اشتباك صغير بيمروه بس ما بقى في حاجة لتعمل هالخلافة أو هذا المسرح الكبير وغرفة العمليات لإدارته فلذلك في مجموعات صغيرة ساعة بتبايع ساعة بيمشي حالة ساعة ما بيمشي حالة بتبايع بلكي بتجيب دعم ما بيبي بيجي دعم بتنطفة بتدوب ما هيدا اللي عم قولوا فيه فهدول اللي دخلوا دخلوا إلى لبنان بصفة نازحين بصفة تهريب ما بعرف بس مش المشكلة بالعدد المشكلة إذا كان عندهم قدرة تنفيذية هني دخلوا بالإطار اللوجستي إنه لبنان أصبح فندق يحتوي من النازحين واللاجئين والهاربين خلي نسميهم وعيشين معهم بس إذا بدك عن جهد الدولة اللبنانية تاخد قرار أو يجي القرار أنت تأكد إنه نحن راحين إلى مشكل داخلي كبير جدا لأنه بالأخير في حزب الله معه سلاح بلبنان المقاومة طبعا الجيش اللبناني كدولة وفي خلي نسمي معلق ما يزعله النازحين معهم سلاح منتشر السلاح إذا بده يصير اجتباك بده يصير بين هوتنا يعني الجيش وحزب الله ونازحين أو اللاجئين يعني مخيمات فلسطينية بعد فيها شوات سلاح ممكن يصير فيها أحداث صغيرة هلأ يطلعوا لبرة لا منضبط العملية وفيه اتفاق موضوع النازحين السوريين فيه مناطق بالبقاء خارج سيطرة الدولة بنحكيها بكل صراحة ما لحسمي ولا ضايع وهني بيعرفوه بالجنوب لا فيه انضباط أكتر الأمن حزب الله والجيش عم يشتغل أكتر لأنه فيه اليونيفيل فيه إسرائيل وفيه أسباب كتير فكله موعد ضوع هنا عندك شوية بالشمال فيه بعض المناطق متفلتة بس نطلع من منطقة خليني نسميها المنطقة يلي هني بيعتبروها المدينة يعني بس تصير تقرب باتجاه من بعد ودي خالد وغير منطقة مفتوحة وفيه بعض الأماكن هيك البقر الصغيرة بلبنان بس هايدي لا تشكل تهديد إذا فيه قرار دولي بإنهاء هذا الوضع لذلك المطلوب اليوم إنهاء ملف النازحين السوريين طبعا إرسالهم إلى سوريا أنا مش مسؤوليتي وإدارتهم بلبنان مش مسؤوليتي وإدارتهم عبر المجتمع الدولي عم تحكي ألاف الجمعيات اللي تعمل وفقا للأجندات الدولية والدولة اللبنانية غائبة ولا وغير مسموح لها أنه يكون عندها سيطرة وإدارة لهذا الملف فلذلك نحن عم نتحدث عن إمكانية استخدام لهذا الملف لذلك إذا بدوا يصير شي عندنا هذا الملف إذا بدوا يصير شي عندنا إمكانية بأحداث قلة تكون مجموعات صغيرة جريمة منظمة خطف قتل أحداث صغيرة إنما على المستوى الأكبر يعني حتى أنا قلت صح المونديال خلص ممكن نشوف بعد يعني المونديال قطر صح خلص بس ممكن هلأ يصير فيه اشتباك بالمسرح الأوسع يعني يمن سعودية لتحسين شرط التفاوض ممكن نشوف بعد الأحداث تتطور بالأردن ممكن نشوف توتر بالضفة أكبر أحداث بغزة بس لحديث هيدا اللحظة اشتباك بين لبنان وإسرائيل هيدا مؤجل ولذلك هون كان بدي سألك عن قصة المطار هل كان الحديث مسوغ يعني لأصف المطار متل ما صار بور بيروت هيدا مؤجل مؤجل لأسباب مرتبطة بالاتفاق اللي حاصل يلي هو التهدئة وهيدي التهدئة بالقوة يعني يعني نحكي بكل أمانة إذا تم تقريب وجوهات النظر السعودية الإيرانية يعني نحنا عم نتقدم على المستوى الإقليمي على المستوى الإقليمي تقدمنا يعني السعودية خففت من ضغوطها بعلاقتها مع الأمريكيين يعني بمعنى آخر صار عم نقرب أكتر أمريكي إيراني عم نقرب أكتر أمريكي روسي يعني كل أمور لح تهدئ أكتر الاتجاه بهذا الاتجاه طبعا قبل نصل لهذا الاتجاه في عنا اشتباك حوادث بدا تصير بس لا تبلغ لحظة خنسمية الحرب حتى ليست بدرجة المعركة ولذلك ما حدث بالمرفع بعتقد أنه هو كان القمة يلي ممكن تصلى إذا بدك العربة الإسرائيلية باستخدام خلط الأوراق لأنه أن تجرؤ أن تنفذ شيء بهذا الحجم قدرت غيرت فيه مسار كتير كبير لأنه من بعدها شفنا تحولات صارت بالمشهد أكان باللبنان أكان بالمنطقة بشكل عام بالعراق بالملف الإيراني وبكل هذه المنطقة إذن نحن عم نتحدث عن تحولات إذا أي عمل بده يصير ما بيؤدي إلى تحولات باعتقد أنه الجانب الإسرائيلي لأنه كله مدروس وكله منصق دوليا ولا شيء يعني مرتبط بي إذا بدك أهواء أو تصرفات صبيانية ممكن يقوم فيها أحد الأطراف يعني بس أقول إسرائيل بحكي القوة التي تنافس إسرائيل في المنطقة يعني بذات القوة حزب الله في لبنان القيادة السورية القيادة في إيران هيدولي كلهم على تنسيق وعلى تواصل مع القيادة الأبعد يعني روسيا وهيدا المحور فلذلك هيدا المحور كله عم بيفكر ما في شيء انفعال فيه والجانب الأمريكي كمان عم بيدرس خطواته طبعا عنده سيطرة على حلفائه الأوروبيين وغيرهم وإسرائيل من ضمنهم ولذلك كله تحت السيطرة هلأ أحداث صغيرة لبنان إذا بدك وهذه برجع بقول لو بختم فيها الفوضى التي يمكن أن تحدث بلبنان لا يمكن أن تكون أكبر من اللي شفناه بعد 17-20 كان هيدا السقف الأكبر أو إذا بدك على المستوى الفوضى الأمنية ما حدث في المرفق لن يصل يعني هيدا كان القمة الأمنية نحنا بمرحلة شد أو شد عضلات بين الأطراف من يستطيع أن يحصل على الكعك الأكبر للمرحلة القادمة الموضوع مرتبط بالمال بالاقتصاد ومن يهيمن على رجال الأعمال لأنه اللي حياخد هيدا الشأفة اللي حيتحكم بالسياسة والدين والسياسة اللي حيكونوا بخدمة رأس المال